السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم من البنات ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم معايا ان شاء الله في القناة اليوم ان شاء الله غاد نشارك معكم واحد الوصفة رائعة او وصفة خطيرة لتبييد المناطق الحساسة وصفة طبيعية ورائعة ان شاء الله طبيعة الحالة لبنات هذه الوصفة الضروري منها يعني انكم تتبعوهم مادش نقول لكم ان مرة واحدة ولا مرة ثانية غاد يتعطيكم النتيجة يعني يخصكم تتبعوهم وراها رائعين ان شاء الله فكما كيبال لكم يعني المكونات الي عندي في هذا الوصفة هادئ فعندي جوج ديال الوصفات الوصفة الاولى هي كمقشر عادة باش ان شاء الله غاد تديروا وصفة تانية ديال التبييد فكما كيبال لكم هنا عندي ملعقة ديال القهوة قهوة يعني العادية اللي كنتستعملوا ما تكون سريعة دوابا القهوة عادية عندي بكربونات سوديوم كما كيبال لكم غدي ناخد تقريبا ملعقة ديال بكربونات سوديوم وكذلك غدي ناخد زيت جوز الهند وملعقة ديال الياغورت او ملعقة ديال دانون ميسوس نخلط هاد شي مزيان ننضيف كذلك ملعقة ديال هادا ملعقة ديال زيت جوز الهند فهي كتكون شوية داير عاقدة نحاولو ندوبوها ونخويو واحد شوية نخلطو هاد العناصر هادو مزيان صافي هيا الوصفة الاولى وجدات لينا ومن بعد ان شاء الله غدي نصوبو الوصفة ديال التبييد فبالنسبة الوصفة ديال التبييد فكذلك يعني فيها جوز ديال المكونات عدنا فيها دا كما كيبال لكم دا بكملت نخلطو هادو مزيان باش يدخلين مزيان دوك العناصر صافي وهيا وجدات لينا من بعد غدي ناخد مطاشة كما كيبال لكم غني حتش غير واحد المرسو ديال المطاشة يعني نص ولا تقربة من الربع على حسب يعني لاش بغيت يديروها فهدو الوصفة راه رائعة البنات يعني تستعملوها كما كيبال لكم يعني المناطق الحساسة يعني ما بي بين الفاخذين تحت البيت العنق راه رائعة رائعة البنات غدي ناخد هاد مطاشة غدي نطحنها وناخد فقط الماء نطحنها كلها بالقشور ديالها كما كيبال لكم ها هي يعني ديشي علاش حصل فذك النصف ديال المطاشة غدي نضيف لها ملعقة او ملعقة يعني لحسب البلاسة اللي غد تديرو ديال الزبادي او دانون مسوس صافي ان شاء الله ونخلطها كذلك سهي مزيان فهدو الوصفة البنصرها رائعة خصوصا هدو الوصفة ديال المطاشة وديال الياغورت رائعة يعني الحروق ديال الشمس الى خرجتي ولا شي حاجة يعني ورجتي للطار فمن احسن ان كي تديريها راه رائعة ما في حتى شي يعني يعني ما في حتى شي قدران البشرة رائعة كتحيد لنا يعني كتبرد لنا البشرة وكتحيدنا نضيف الحروق اللي كتكون وكترد لنا بطبيعة الحل البشرة اللون ديالها الطبيعي طبعا من بعد ما اكملت غدي نحاول انني يعني كيف يدي الاستعمال غدي ناخد المقشر هو الاول غدي نديره على البلاصة اللي بغيس انني طبعا تحل نبيضها او يعني نردها اللون ديالها طبعا تحل اي حجر كسرجة غير اللون ديالها ممكن شنها طبيعات كتر من غدي ندير المقشر ونبقى يعني ندير حركات دائرية كما كيبال لكم حركات دائرية نزيل واحد عشرة دقيق هاكاك شي حركات دائرية عدا بش ان شاء الله غدي ندير اا وصفة ديال الطبيعي فره رائعة البلد خصوصا معروف على القهوة انها يعني مقشر رائع خصوصا الى خلطناها مع زيت زوز الهند فكتجي رائعة رائعة البنات فمن بعد ما درت يعني المقشر فكتبال البشرة انها شوية يعني كتحيد منها قعدوا كل خلايا الميتة وقعدك شي اللي فيها دا ما غدي ندير ان شاء الله الوصفة ديال الطبيعي الوصفة ديال الطبيعي كذلك يعني نخليها واحد عشرة ديال الدقيق ومن بعد ان شاء الله كان حقص لها يعني بالماء عادي وكما قلت لكم يعني بقى نستعمل هالوصفة الى قدرتوش استعملوها ثلاثة المرات في الاسبوع فره رائعة ما يعني ما كانتش يعني ما قدرتوش فاستعملوها على الاقل غير مرتين او مرة واحدة فره رائعة رائعة البنات وصراحة نراها غزالة غير جربوها وهذا هو فيديو اليوم ان شاء الله اللي حبيت انني نشاركو معاكم وصفة ان شاء الله لصبيد المناطق الحساسة فره رائعة فميلا عجبكم الفيديو ما تنسوا منيش بلايك